نحن عندنا سفاه وجهل وقصر نظر واستعجال وجهل خلق الإنسان ظلوما جهولا نتصور المصلعة هنا ما تكون هنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير شوف حديث الأقرع والأبرص والأعمى القرع والبرص كان خيرا لصاحبيهما من المال الذي طلبه لما أعطي الأقرع المال إشصار طغا وكفر لما أعطي الأبرص المال إشصار طغا وكفر لما طلب الأول شعرا حسنا وطلب الثاني جلدا حسنا فأعطيها إشصار فتنة وهكذا والله تعالى هو المتفرد بالملك له الرزق وهو سبحانه وتعالى له الأمر له الخلق لا يجوز الاعتراض على نعمته ولا على هبته ولا على فعله ولا على قضائه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم والله جعل الناس بعضهم لبعض الفتنة جعل الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني جعل الصحيح فتنة للمريض والمريض فتن الصحيح وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكذلك فتن بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الراه رد عليهم قال أليس الله بيعلم بالشاكرين ثم لا يجوز سوء الظن بالله إن نفترض إنه إذا الله عز وجل قدر شيئا إن هذا يعني ما في حكمة عبث كيف أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة خلق الله سماوة الأرض بالحق بالحق ما خلقهما باطلة ذلك ظنوا الذين كفروا فويلوا الذين كفروا من النار والله عز وجل مهيمن ما في شيء يخرج عن فعله ما في شيء يخرج عن قدره ما في شيء يخرج عن أمره قدر كتب شاء خلق سبحانه فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقن فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل